دكتور عمر التصوف في مصر يصف بأنه قديم في صميم الشخصية المصرية وأنه عميق عمق آلاف السنين مع الشخصية المصرية باهتمامها حتى بتوفيق روحانيتها وعادتها وتقاليدها وإنسانيتها والبعد عن ما يخالف الإنسانية اللي هي فطرة الناس وصولا إلى وقتنا هذا مر تقلبات كثير على الشخصية المصرية وفضل في عمقها هذا التصوف لا يغيب في بعض الناس بتبقى شايفة الموضوع طريقة وبعض الناس شايفة خلق وسلوك وبعض الناس مش عارفين هو إيه هو موجود هو بيتخلق بأخلاق حسنة بيتبع سنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لكن هو مش عارف ده إيه ده توصيفه إيه عنده فخليني أسمع الثلاث أنماط من حضرتك موقعهم إيه من الإعراب دلوقتي في المجتمع المصري هو الحقيقة التصوف هو نفس الترتيب الحقيقي تفضلت به هو موجود دائما يعني التصوف طول عمره علم وطول عمره كمان سلوك وطول عمره كمان في طرق مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نبتدي بالتصوف الذي هو علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من يورد الله به خيرا يفقه في الدين الدين في الحقيقة في حديث مشهور الناس لابد وأنا بحاول أجدد مع الناس مفهوم شوية بيبقى غائم عندهم وده اللي بيستغلوا كثير من أهل التدين الكمي إنه هو فكرة أن المعروف ليس مهما وده غلط ده المعروف لابد من التعمق في فهمه منه حديث سيدنا جبريل حديث سيدنا جبريل اسمه حديث أم السنة وحديث أم السنة زي ما عندنا أم الكتاب والفاتحة عندنا أم السنة وهو حديث سيدنا جبريل حديث سيدنا جبريل في الكلام عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان العلماء عشان دايما بنقول العلوم أتت للحفاظ على الحقائق والمعاني كده فعندنا معنى الإيمان لو ترك يضيع ولذلك ليه العلماء ورثة الأنبياء لأنهم يحافظون على الحقائق ولذلك يقولوا العلم وإدراكوا الشيء على ما هو علي يعني إدراك الحقائق فجيه العلماء أنشأوا علم الكلام وعلم التوحيد وعلم الأقيدة عشان يحافظوا على معنى الإيمان حقيقة الإيمان وأنشأوا علم الفقه للحفاظ على حقيقة الإسلام وأنشأوا علم التسكية وعلم التصوف للحفاظ على حقيقة الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإذن علم التصوف يحافظ على مرتبة الإحسان فهم قالوا بقى في الممارسة ما فيه واحد ممكن ما يكونش عالم فهلو ما يكونش صوفي قالوا لا لو كان هذا الشخص حصل من العلم ما يحصلوا لأنهم عندهم أن التصوف هو الميراس الحقيقي لرسول الله وليصحاب رسول الله يعني بيقولوا هو إيه التصوف غير اللي فعلوا الصحابة اللي قال سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة اللي هو ماذا فعل قعدوا يرصدوا ثلاثة أيام ويدخل نفس الرجل فسيدنا عبدالله بن عم ذهب وطلب منه أن يضيفه ثلاثة أيام ليرى ماذا يفعل فلم يجدوا إلا أنه ينام وليس في صدري شيء من أحد فقال له بهذا بلغت ما بلغت فعرف السر بأنه قلب نقي قلب نقي هو دو يعني ما المراد من أهل التصوف قال إلا من أتى الله بقلب سليم يعني هما بيقولوا إيه ليست علامة الثاني الحقيقي هو أن تكون تتحرك بحركات دينية ولكن هذه الحركات إذا لم تكن مغموسة في أنوار الله موسيقى موسيقى